أقول التعافف أعلم أنه شيء محمود لكن أريد نص من القرآن أو السنة يدل على مكانتهم أو ما لهم من الفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وقال تعالى يحسبهم الجائل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة فالنصوص الواردة في الحث على التعفف كثيرة ولقد قال تعالى في المعنى لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فقول لا تمدن عينيك دال على المراد والله أعلم